هرتقت نار المطهر تعليم القديس ماركوس إيفيانيكوس عن نار المطهر كان القديس ماركوس متران أفاسوس أحد رؤساء مجمع فلورانسا المعبرين عن التعليم الأبائي الأرثوذكسي في كل الموضوعات ومن يدرس تعليمه يقتنع بوضوح أنه يعبر عن التعليم الأرثوذكسي وبصفة رئيسية هو تعبير عن علم اللاهوت الخاص بالقديس جريجوريوس بالاماس ومن هذا المنطلق نستطيع أن نرى قيمة علم اللاهوت الخاص به لقد كان أمرا طبيعيا بالنسبة له أن يهتم بالنار المطهرة وأن يعبر عن وجهات نظر الأرثوذكس في هذا الموضوع وحيث أن ما قاله مهم وله علاقة بالعديد من المسائل اللاهوتية المرتبطة به فأننا سوف نتناول هذه الأقوال بتحليل شامل أن الأشياء التي سوف نتناولها بالتحليل مأخوذة من عذتين للقديس ماركوس تم حفظهما عذات كان قد ألقاها في المناظرات في مجمع فرارة بالإضافة إلى الفصول التي تلخص تعليمه التي رفض فيها تعليم اللاتين عن وجود نار المطهر تحمل العذة الأولى عنوان تفنيد فصول اللاتين التي اقترحوها عن نار المطهر للمبجل جدا ماركوس إفيانيكوس مطران أفاسوس ومن الواضح أن هذه هي مقالة كتبها القديس ماركوس مباشرة بعد أن تم وضع الموضوع ولكن بعد أن كان أمر الأمبراطور قد صدر بالفعل وأما عنوان العذة الثانية فهو دفاع ثاني موجه للاتين يبين أيضا التعليم الحقيقي الذي لكنيسة اليونانيين للحكيم العظيم العالم ماركوس نبيل أفاسوس وأما الفصول فعنوانها عشرة اعتبارات تظهر أنه لا توجد نار مطهر الحاجة إلى مناقشة عقائدية ركز القديس ماركوس في عذاته الثانية على تقص عقري للأفكار العقائدية التي هي موضع شك فقد كتب بصورة متميزة توجد حاجة حققية لبحث ومناقشة أكثر لكل ما هو الشائك في العقائد كما توجد حاجة لكلمات صارمة وأصيلة في كل حالة يجب أن يكون البحث في المواضيع العقائدية الشائكة مصحوبا بالحق وبلا خداع ومستعملا البراهيم دامغة باستمرار فمثل هذه المناقشة ستكون مفيدة جدا لأن الحقيقة ستعلن ومن الطبيعي أن يصر القديس على أن الفائدة ستكون عظيمة لو أن كلا الطرفين عمل على البحث عن الحقيقة وليس على النزاع ولو كانا مهتمين بالفوز بأية وسيلة بل أن يكنا قادرين على الاحتمال وقابلين للهزيمة بروح طيبة لقد كان هذا عتابا للاتين الذين كانوا يسلكون بطريقة عكسية تماما فهم لم يكنوا يطلبون الحقيقة عن نار المطهر ولكنهم كانوا ببساطة يفردون أراءهم عن هذا الموضوع وعن مواضيع أخرى يشير القديس ماركوس للمجمع الرسولي الذي أقيمه ليحدد ما إذا كان ينبغي على المسيحيين الأمميين أن يختتنوا ويركز بالأخص على المناقشة التي حدثت بين الرسل وعلى الوفاق الحادث في اجتماعهم ويقول أنهم هم أنفسهم تعين عليهم في هذه المحادثات أن يسعوا للسلام والوفاق حتى ولو كان عليهم أن يخوضوا في مثل هذا النقاش ينبغي إذن أن تناقش العقائد بهذه الطريقة عندما يكون هناك اهتماما بالسلام والوفاق ولكن إذا ساد النزاع ومحاولة فرض كل رأي فلن تجنى أي فائدة إن هذا الاعتدال هو أمر ضروري لكل مناقشة عقائدية لأنه إن لم يعمل الروح القدس وإن لم يسد السلام أثناء المناقشات فسيكون من المستحيل الوصول للحقيقة